تصدرت ريهام عبدالغفور الترند في الساعات اللي فاتت بعد استضافتها ببرنامج لايف مع الدوبلكس مع قبلة فهيدة وده كان بسبب حلقة مميزة جدا وبينة جواني مش معروفة من ريهام عبدالغفور زي زواجها وايه سبب اختفاء زوجها عن وسائل الإعلام وبداياتها الفنية وهنقول لكم في الفيديو ده أهم معلومات عن ريهام عبدالغفور وسنها وأولادها وحاجات ما تعرفوهاش عنها تابعونا اتكلمت ريهام عبدالغفور عن حياتها الفنية والشخصية لتكشف شخصيتها العفوية اللي كثير ما يعرفوهاش كمان اتكلمت عن مواقفها من المشاهد الساخنة ريهام عبدالغفور قالت إنها متزوجة من شريف الشبكي وهو مصري لكن والدته ألمانية وتجوزته علشان كان بيطبل لها في الأول لكن بعد الجواز خليته يبطل الطابلة لأنها بقت بتاع المشاكل كتير لأن كل ما كان بيطبل كان بيكون حوالي أكتر من 20 بنت خليته يبطلها وكملت كلامها إنها ما كانش بيحب التصوير خالص وما كانش اللي فيه ولكن بعد الجواز أخد كورس في التصوير علشان يتصور معها كتير وقالت إنه هو عمره محاضر مع هلامة هرجان ولا تكريم ولا جايزة استلامتها ومن هنا قال شريف الشبكي زوج ريهام عبدالغفور إنه بدأ إلعب مزيكة من هو صغير لحد ما تعلم الطابلة في 1999 واحترف فيها وكمان اتكلم شريف الشبكي في أول زهور لي مع ريهام عبدالغفور وقال إنه أنا اللي عكست ريهام في الأول بس هي ضحكت علي وتجاوزتني وتعودت لما نخرج مع بعض إنه إحنا هناك فيه مكان فيه معجبين بيكونوا عايزين يتصوروا معها وياريت الموضوع بس بيجي على كده ده أنا كمان بقعد أكل وحدي وبصورهم ومن المواقف المضحكة اللي اتعرضت لها ريهام وهي صغيرة قالت إن أنا كنت بقى رصبالية وأنا صغيرة لفترة قصيرة وما كملتش بسوي من أخويا كان مصاحب المدربة بتاعتي ولما سابوا بعض نمر ديش يوديني تاني وعن بداياتها قالت ريهام عبدالغفور والدي عمر ومكلم حد علشان أمثل أنا رحت اوديشن من غير ما أهلي يعرفوا لأنهم كانوا رفضين لحد مخلص دراستي وعن مواقفها من المشاهد الساخنة والقبلات قالت ريهام إن رغم مسيرتها في فن أكتر من عشرين سنة إلا إنها لم تشارك في مشهد ساخن أو تقبيل أبدا وقالت مازحة القبلة فهيتة ده كويس بس قولي الجوزي علشان يبقى متطمن وعن أقرب أصدقاء لها في الوسط الفني قالت ريهام عبدالغفور إن حنان مطوعي من أقرب أصدقائها ونيجي المعلومات أول مرة كنت تكون عارفة عن ريهام عبدالغفور اسمها الحقيقة ريهام عبدالغفور محمد ووالدها والفنان المعروف أشرف عبدالغفور لكن اسم أشرف عبدالغفور هو اسم الشهرة أما والدتها فاسمها الحقيقة فاطمة لكن ريهام قالت إن احنا بنقول لها شامعة وده بيتقامن وهاية صغيرة لأنها كانت بيضة وحلوة ومنورة رهام عبدالغفور مولودة في 6 سبتمبر 1972 يعني عندها 42 سنة ومن برج العزراء حاصلة على الباكاليورز تجارة انجلش وزوجها زي ما قلنا هو رجل الأعمال شريف الشوفكي هو مصري ألماني ووالدته ألمانية ولديها منه ولدين ابنها الكبير يوسف عنده 19 سنة بيدرس الإخراج والتصوير في كندا وابنها الصغير فاروق طبعا زي ما قلنا أن والدها الفنان أشرف عبدالغفور ما توسط لهاش عشان تمثل وهي اللي زعبت بنفسها للكاميرا بدون معرفة وقالدها أو والدتها لأنهم ما كانوش موافقين أنها هتمثل إلا ما تحصل على الباكاليورز وكانت بدايتها الفنية في مسلسل حديث الصباح والمساء وطبعا آخر حاجة لها كانت حكاية ربع إراض من مسلسل إلا أنا وحققت نجاح كبير جدا لأنها كانت بتناقش قضية الطلاق في مصر ومعاناة المطلقة